تحياتي خليل الشريطة معكم او مشاركة على الفيسبوك وبنتظر لحتى ظهور العد التنازلي بعد ظهور العد التنازلي بكون بمخدوري اني احمل الاضافة على جهازي بنقر على download now في حال فتحة اطارات منبثقة وبسكرها بنقر على download now بعد انتهاء التحميل بفك الضغط عن المجلد هذا هو مجلد الاضافة تنقل على ثلاث مقاطل منيو الخاصة به بتنزل على more tools او مزيد من الادوات بتختار extensions بتتأكد انك تفعل وضع developer mode او المطورين خلي ثكت ضغطه وبتحمله وترميه في وسط صفحة كروم وهيك بتم تثبيت الاضافة راح على فيسبوك بتختار منشور اقدم من ثاني هذا المنشور من 2015 راح اختار هاي الصورة بنسخ ال id الخاصة بالمنشور اللي هي هذا ال id بشغل الاضافة من متصفح كروم بوضع ال id في المكان المخصص بكتب اي نص انا بدي اياه بوافق على شروط الاستخدام والافضل تقرأوا شروط الاستخدام بختار نوع المنشور صورة وبختار post بعدها ظهر عندنا انه success تمت عملية النجاح بعمل تحديث للصفحة واللاحظ انه تم نشر المنشور مثل ما كتبناه ومن خمس سنين اصبح كأنه المنشور الي وذكرى سنوية نشرت انا اشتركوا في القناة